في تونس قال المعهود الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم واصلت ارتفاعها في شهر سبتمبر الماضي لتتجاوز مستوى 9% وكانت نسبة التضخم قد بلغت في أغسطس الماضي أكثر من 8.5% وقال الإحصاء التونسي أن هذا الارتفاع في نسبة التضخم في البلد يعود أساسا إلى تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات وأسعار السكن والطاقة المنزلية والمواصلات خلال الأشهر الأخيرة للمزيد معنا من تونس محمد علي الفرشيشي المتحدث باسم يزارة التجارة سابقا أهلا بك معنا سيد محمد بداية الوضع التونسي يشهد حالة من غلاء الأسعار وأيضا صعوبة العيش أزمة اقتصادية وتضخم إضرابات هنا وهناك وأيضا توقعات بأن تتحرك أيضا مجتمعات على أكثر من قطاع ما أسباب استمرار هذه الأزمة حتى الآن دون حلول الأزمة كانت منتظرة من تقريبا من شهر يوليو كنا ننتظر وأنه بشيقع تحركات وبشتسير الأزمة لأنه اليوم ثم برشة ارتجال في طريقة التسير وفي طريقة استقراء المستقبل لأنه اليوم وقت اللي تدخل الأسواق التونسية تلقى جل المواد اليوم مفقودة الحليب مفقود البنزين مفقود السكر مفقود تماما وغيرها من المواد اللي هي أساسية وكذا يبشي خلي ديفلها نسبة تضخم اللي فاتت 9% نسبة تضخم المعلنة اللي هي تقول 9% حسب معهد الوطني للأحصان 9.3 يبدو لي لأن هذا يجتمع بشي خلي اليوم الخوف كل الخوف هو من ثورة الجياع في تونس لأنه بالحق اليوم المواطن التونسي ما عادش لقي أين من ينجم ياخو الصلاع اللي بشي يحتاجها بش ناخد الخضروات أنا مثلا اليوم التماتم التازجة وصل للسعر المتاح على الأربعة دينارات البطاط اللي في العادة لأنه من نجموش اليوم نحكيه على موروث لأنه في الموروث نلقى وأنه الدولة كانت تقرح حسب الفترات هذه نعرف أنه طوه هي الباس لكتاسيون يعني فترة ينقص فيها التحليب عند الأبقار كان في المفروض الدولة 50 مليون لتر لمجابات الفترة هذه لأزمة اقتصادية وغلاء معيشي ولكن أيضا بالتوازي هناك حديث عن رفع الدعم عن المحروقات وتحقيق شروط الدائلين في الخارج ماذا لو تم رفع الدعم عن المحروقات هو إذا تم رفع الدعم عن المحروقات معناها بش تكون التداعيات نتاعه بش تكون صعبة جدا بش تكون حتى لا أقول كارثية لكن المعلومة اللي عندي وأنه الرفع متعدد دعم بش يقع في 2023 بصيفة تدريجية ومدروسة كيفاش بش تكون مدروسة إلى حد الآن معرفناش شنوها نوعية هالدراسات هذه يعني اليوم كي تحكي أنت على رفع الدعم على المحروقات والمحروقات يعني ستشمل بصيفة آلية بقية المواد المصنعة كل المواد المصنعة والتي تحتاج للمحروقات سينتج عن ذلك ارتفاع في معلوم النقل في تونس ونعرف أنه اليوم في تونس الكبرى صار إذراب معناها عمال النقل معناها نقل تونس وحتى القطارات توقفت المدة 90 يعني هذا كله بش تكون له تداعيات صعبة وصعبة جدا على الاختصاد التونسي أشكرك من تونس سيد محمد علي الفرشيشي المتحدث باسم وزارة التجارة سابقا